كاف هذا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربك غداء خضيا قال رب إني وهل العضل مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شطيا وإني ففت الموالي من وراتي وكانت امرأتي عاطرا فأملي من لدنك وليا يرثي ويرث من آل عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بألام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سبيا قال رب أنا يكون لي غلاما وكانت امرأتي عاطرا وكانت امرأتي عاطرا وقد بلقت من الكبر اعتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين هو علي هين وقد خلقتك من قبل وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب اجعلني آية قال آية كأن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأرحى بليهم أن ستبهوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بخوة وآتيناه البكم صبيا وحنان المحم لدنا وزكا وكان تقيا وبرا بوالدين ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكروا في الكتاب بريم إذ انتبهت من أهلها مكانا شرقيا فادخلت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني نعود بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما من رسول ربك لنهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أبقيا قال كذلك قال ربك هو علي هين هو علي أينه ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبهت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النقلة قالت يا ليتني مدت قبل هذا وكنت مسيا منسيا فلا ذاها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ومسي إليك بجذع النقلة تسابط عليك رطبا جنيا فكلي واشري وغري عيلا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني لنرت بالرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا مختهرون ما كان أبوك وأسهرون وما كانت أم كبريا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المد صديا قال إني عبد الله قال إني عبد الله لا تاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا بينما كنت وأوصاني وأوصاني للصلاة والزكاة ما دمت حيا وأرم بواردتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أمرت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى دون مريم حول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله إذا ينتفذ من ولد سبحانه إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدون وإن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فاخبر فالأحزاب من بينهم فويلوا للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يتوم لها لكن طالبوهم يوم في ظلام مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وهم في الكتاب إبراهيم إنه كان صثيقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا نبصر ما لا يسمع ولا نبصر ولا يومي عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يهدك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عباكم من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أغابد أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك واهجوني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حكيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي وأدعوا ربي عسى ألا أقول بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم وهبنا لهم إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب نوسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وآذيناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا لهم من رحمتنا ورحمتنا أقاب هارول نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يمور أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من ألينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلفوا كضاعوا الصلاة واتبعوا الشهرات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدفعون الجنة ولا يؤلمون شيئا جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغير إنه كان وعده مديا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعجيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزم إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك لسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا ويقول الإنسان أئذا مامت لسوف أخرج حيا أولا نكتر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحبرنهم حول جهنم جثيا ثم لنازعن من كل شيعة أيهم أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صديا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا وإذا تكثر عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلا من قرمهم أحسن أثاثا وريا كل من كان في الضلالة فليمدد لهم الرحمن مدا حتى إذا رأنا يعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اتبوا الهدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال بأن تجن مالا وولدا قد طلع القيب من اتخذ عند الرحمن عدا كلا سنكتب ما يقول ونمت له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تكسهم أسا فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشو المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجردين إلى جهنم مردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جدتم شيئا إدى لقد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتفر الجبال بدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتهد ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عدا لقد نحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ولدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به لتبشر به المتقين وتنبر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلا من قرن أل تحس منهم من أحدا أل تسمع لهم ركزا